يقود تحالف الوطني للعمل الأهلي تنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة القافلة تضم مئات السيارات المحملة بألاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والأقطيع تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يقود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر قافلة التحالف الوطنية تضم مئات السيارات المحملة بألاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم وأربعين ألف بطانية كما تضمنت المساعدات ما يزيد عن خمسين ألف قطعة ملابس وأكثر من ثلاثمائة ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة للشعب الفلسطيني تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البرية هذا وقد استمر مطار العريش في استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالي قطاع غزة وتسلم ممثل الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات الدولية والإقليمية لإيصالها إلى قطاع غزة يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطر الدماء تساوي حياة وذلك بكافة محافظات الجمهورية وتقود مصر جهوداً مكثفة على عدة جبهات لصون الدم الفلسطيني ووقف سياسة القتل والاستهداف للمدنيين وكذلك لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والمؤن بشكل عاجل لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر